أيها المحقق الكريم ما زلنا نعيش مع المرحلة الثانية مرحلة التحقيق العلمي هي المرحلة العملية وبعد أن وقفنا على أربعة خطوات منها نجد أنفسنا الآن أمام الخطوة الخامسة إنها خطوة التحقيق والدراسة لنسخ المخطوط التي حصل عليها المحقق قلنا إنك لابد أن تحصل على المخطوط ولابد أن توثق نسبته إلى مؤلفه ولابد أن تقوم بعملية دراسة العنوان وهنا يجب عليك أن تبدأ بعملية التحقيق بالدراسة الفعلية للمخطوط التي ظفرت بها فقد يحصل المحقق على نسخة واحدة يتيمة أو ربما يحصل على نسخ متعددة نبدأ الآن ببيان الضوابط والشروط التي يجب على الباحث أن يحققها عند نسبة المخطوط أو عند دراسة المخطوط اليتيمة تسمى نسخة يتيمة لأنها فريدة من نوعها ولا يجوز طباعتها أو تحقيقها أو العمل فيها إلا بشروط ضرورية من هذه الشروط التأكد من عدم وجود نسخة أخرى للكتاب وأيضا اكتمال الكتاب من أوله إلى آخره هذان شرطان أساسيان لابد أن يتأكد الباحث من عدم وجود نسخة أخرى لماذا؟ لأنه ربما يقوم بهذه النسخة وهي قاصرة عن أداء المراد أو ناقصة أو ليست لها ذات الأهمية التي تحتاج إلى هذا الجهد كله بينما هناك نسخة أخرى مفقودة أو موجودة لكنه لم يعمل عقله في الوصول إليها ولم يبز الجهد في الوصول إليها وعندئذ يكون قد اهتم بالمهم وقد ترك الأهم أيضا اكتمال الكتاب من أوله إلى آخره ضرورة لماذا؟ لأن المعنى الذي يندرج تحت هذا المخطوط لا يتم إلا بوجود النسخة كاملة أيضا من بين الشروط وجود مصادر كافية لتحقيق الكتاب وإخراج نصه إن هذه المصادر التي يعتمد عليها الباحث في تحقيق مخطوطته ضرورة حتى يكون للخطة مكانتها من أمثلة تحقيق كتاب على نسخة فريدة في العالم كتاب شرح التسهيل في النحو هذا الكتاب ألفه ابن مالك رحمه الله المتوفى سنة 672 هجرية الذي لا يوجد منه إلا نسخة واحدة في دار الكتب المصرية برقم ألف شين نحو وقد اعتمدها محاقق الكتاب الدكتور عبد الرحمن السيد ونشر الجزء الأول منه عام 1394 والموافق 1974 وهذا أنموزج يقف بك عزيزي الباحث المحقق على ضرورة التأكد من تحقق الشروط التي بها يتم تحقيق نسخة فريدة فما الحكم إن كانت لديك نسخ متعددة وما الضوابط التي ينبغي عليك أن تسير فيها هذه الضوابط ما ستحمله لك الشرائح التالية